السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكأنه كسبان القضية محامي كهرباء يتحدث عن تطورات سوف تحدث ونحن نرد تحدث المحامي أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب محمود كهرباء اللاعب الهارب قليل الأدب عن تطورات سوف تحدث في القضية على حد وصفه يذكر أن اللاعب يترقب جلسة التأديف الاتحاد الدولي لقرة القدم لبحث أسباب عدم دفع الغرامة المفروضة عليه لصالح الزمالك مبلغ الغرامة وصل حتى الآن إلى حوالي 2 مليون وربعمائة ألف دولار وغرامة تأخير وصلت إلى 30 ألف فرانك سويسري أشرف عبدالعزيز تحدث أن مبلغ الغرامة هو 2 مليون دولار و370 ألف بما يساوي 73 مليون جنيه وهو قد يتم التأجيل أو يتم دفع الغرامة محام اللاعب ووصيغ وكأنه منتصر تحدث أنه من الممكن أن يتم تأجيل القضية أو يحصل الزمالك على 73 مليون جنيه وتابع أن اللاعب أصبع حاليا قادرا على الدفع وإنهاء الملف وسوف يكون هناك تطور جديد في القضية وهنا نحن نطلب من محام اللاعب أن يكون صادق ولو لمرة واحدة يتم دفع الغرامة كاملة لصالح الزمالك في القضية التي خسرها لللاعب وهتسبب في دفع غرامة إلى جانب فترة إيقاف أولى قضاها اللاعب كاملة والله قضية القهرابة دي ما حدش عارف فيها إيه بالزبط وهي باني النهاردة كل حاجة ويا إما هنقول الكرة بخير برة كمان في الكاس والدنيا التانية دي يا إما نقول على الرياضة السلام ونقعد ونسكت وبالشكورة بقى ونقفلها